اثنتان وسبعون ساعة لحذف قائمة احزاب العراق التي شاهدها الشارع السياسي بعد عام الفين وثلاثة وحتى اليوم لم تخطر على البال بالفعل ان تكون خطوة مقتد الصدر انهاء زمن الاحزاب التي شاهدها الشارع السياسي بعد عام الفين وثلاثة وحتى اليوم في غضون اثنتين وسبعين ساعة كشرط اساس لحل ازمة البلاد الراهنة هي مبادرة انهاء المبادرات بتفكيك زمن الاحزاب هكذا يريد الصدر مضمنا التيار في شرط الحل الجذري او كما يريده الخروج من بوابة الانسداد الى الانفراجة المثلى قد لا يتحقق بحسب قراءات السياسيين رافقوا عمل الاحزاب السياسية لكنها احدى خطوات التيار التي لم تخطر على البال كما نوها لها وزير القائد من قبل بما يعني ان ردود الفعل قد لا تخطر على البال ايضا وهنا تلقي القوى السياسية اوراقها وبطاقاتها الحمراء كثوابت خطوطها وتلك في ضرب التوقعات قراءة مختلفة للحدث المتسارع في بغداد بما يوضح ان لغة الحوار لها نصيب من بين عاصفة الفعل والرد عليه وهنا قراءة اوضح تفيد بان هناك فرصة لطريق المفاوضات لطالما ان لغة المواجهة مبنية على تقديم المبادرات التي لم تتوقف حتى اليوم بينما يدق جرس الانذار على ضرورة النظر الى حاجة الشارع العراقي في اتمام الورقة السياسية لتلبية حاجاته ومطالبه الامنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية